موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعين الكرام نعود مرة ثانية لمحاكية المزرعة 22 نعود لمزرعتنا ونعود للماب اللي احنا مش تغلين فيه من اول واحنا اليوم في شهر سبتمبر شهر التاسع من السنة المينادية ومثل من تعارفين ان عندنا حقل ننتظره تقريبا نياه الشهر هذا او الشهر الجاي نبتدي نحصده راح نشوف اليوم وش راح نقدر نعمل لاني شريط حقلين حقل الصوية وحقل دوار الشمس فحقل الصوية ممكن اليوم او بكرة تقريبا نحصد ودوار الشمس كذلك ولكن الامر وما فيه الكاش اللي عندي الان ستة وخمسين الف فقط وودي اشتغل شغلة ثانية تزيد لي الرصيد ونزود شوي من المال كل الامور اللي موجودة والواجبات اللي نقوم فيها داخل المزرعة كلها تمام يعني من حضائر عندهم عندهم اطعمة البيت المحمي فيه ماء كذلك مصرع النسيج والقماش فيه موجود صوف وهو الان بدأ ينتج احنا ننتظر الاسعار ان شاء الله تتعدل خلوني راح نشوف العقود ممكن حصلنا عقد كذا كويس محترم يا سلام ما فيه ولا عقد محترم كل العقود تعبانة طبعا عندنا هارفستد يعني عقد فيه عمل حصاد حقل ثلاثة وعشرين بيعطونا خمسة الاف وستمية في حقل فرتلايزر كويس هذا فرصة اروح اشتغل بالفرتلايزر طالما انا عندي المعدات وما يحتاج حقل كم ثلاثين ما راح اطالع كذلك لانه عارف حقل عمل الفرتلايزر عمل سهل وبسيط وما راح يكلفنا يعني مشقة ومجهود فقط احنا نحتاج نربط الفرتلايزر حقاتنا يعني هي شوية ندخل مبالغ يعني احس الفترة هذي شوي شوي احنا نحتاج شراء التركتور سبب انه شوي نقص بالمادة خلو نشوف حقل كم حقل تقريبا اثنين ثلاثين نروح نشوف حقل اثنين ثلاثين وعلى طول نطلع له حقل اثنين وثلاثين اتوقع في المنطقة هذه ثلاثة وثلاثين هنا واحد هنا اربعة هنا ثلاثة هذا هذا شوفوا يأشر لنا يعني فيه تأشيرة معناتها عندك عقد هنا تقدر تروح وتشتغل على طول لا وقريب ما هو بعيد عننا على طول راح نطلع له ما هو بعيد فراح نقوم بالعمل هذا ونحصل على مبلغ مالي يفيدنا اه في الرصيد طالما احنا ننتظر اه حقلين عندنا للحصاد ما عندنا شغل خلوني اشوف اول شي الاذرعة وين راح توصل هل راح توصل للنهاية ولا لا لان ما نبغد تلخبط مثل ما تلخبطنا منه ايوة لنهاية فقط الان اضغط على البي ونبتدي نشتغل نرش راح انا اقوم بالعمل بدل العامل اللي ممكن يتعبنا اضغط رقم ثلاثة علشان يستمر الرش نقدر ندخل على العقد ويشوف متى لكن انا ما احتاج ادخل الان شغلي فقط ارش الحقل هذا وحصل على المبلغ واشوف كان في عقد ثاني راح بعد كذلك اخذ فقط اضغط اضغط رقم ثلاثة وخلاص يقول كونتراكتر فيلد اثنين وثلاثين اربع وخمسين في المية خلصنا منه كويس ممتاز حلو ويقولون خلاص طبعا اذا تعدين الخمسة وتسعين في المية اتوقع وستة وتسعين في المية بيقول لي خلاص يعني اكتمل العمل وراح اوريكم الان اللي ممكن شافونا لأول مرة راح اوريهم الان كيف نشوفه عن طريق اما العقد او عن طريق الاشعارات اللي نشوفها فوق يمكن شفتوها ولاحظتوها هذا العقد حقنا هنا هو شوفوا سبعة وتسعين في المية يعني ما عاد باقي لك شي عطينا قروشنا خمسة الاف ستمية علشان ناخذ حقل ثاني نشتغل فيه خلاص ما في مشكلة الان اول رشة بتقول خلاص كذا توقعاتي يعني انا اتوقع يبدو ان رشينا مية في المية يا جماعة خلاص طبعا لا قدامنا قدامنا مكان ما رشيناه واضح ما جاه الرش خلاص كنت ركتر الان وقف وقف خلاص شفتوا البقية هذي هو ما همه يعني هذا المبلغ الان نقدر نقول فقط نضغط space او collect خلاص استلمنا المبلغ كويس ممتاز عندنا بالنق 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 ما نبغى البالنق عندنا هارفستنج لا 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 ايوة عندنا هارفستنج ولكن اشي اللي يبغى هذا في حقل 23 هارفست بوتيتو لا لا تكفى والله البطاطس يعني البطاطس هذا كارثة الشغل فيها والله متعب خلوا روح وشوف الحقل اش رايكم انا ودي اوريكم فقط يعني حقل كم قلنا حقل 23 وين حقل ما ودي اشتغل فيه عارف متعب ولكن راح اخذ المعدات لازم استئجار معدات استئجر المعدات وروح انقلهم هناك و اش رايكم نقوم في العمل يلا اليوم بخليه عمل عمل كنت ركت اليوم حلقتنا نتكسب طيب راح اول شي اقول بارو اوكي استئجرنا ودي اوريكم فقط الطريقة اللي نقوم فيها بالاعمال هذي شفتوا كيف هنا الطريقة اللي نقوم فيها بالاعمال هذي طبعا الاخضر راح يروح يمين انا عارفه ولكن انا راح اروح من الطريق الثاني سبق وانقلت العقود تعلمك المعدات وتعلمك الاشغال في في محاكي المزرعة تركتور هذي سرعته حلوة وقوي ما هو بسهل راح نجي معاكم طبعا اقدر اكلف العامل وخليه يقوم بالعمل واقدر انا اقوم بالعمل بنفسي لكن شوفوا البطاطس هذي او الشغلة هذي يعني تاخذ وقت خلونا نفك اول شيء المعدات اللي موجودة عليها لابد منفك المعدات بعدين نزل اوكي طبعا فكينا بالاكس ونزلنا بحرف البي والان نبتدي العمل اتوقع الافضل نشتغل من الجهة الثانية ونروح في الجهة الثانية لان الحصادة حقتها واللي تلتقط الثمار في الجهة هذه اوكي بدينا بدينا الان نحصد شوفوا ثمار البطاطس شوفوا شوفوا الحصاد بدينا نحصد الان بطاطس شوفوا كيف يا الله شبكة شبكة من الحركة داخل المعدة هذه طبعا حصاد البطاطس ياخذ وقت ماهو ماهو سهل طبعا انا اللي قاعد اشتغل الان لازم تجيبها صح والله والله تجيب فيك العيد يلا يلا خلي خلي هذا يقوم بالعمل اه انا بالنسبة لي راح اراقب وراح اجيه كل ما يعني عب الكمية وامتلى المخزن اجيه وشيل من عندها اتمنى انه يعرف يشتغل اتمنى عملاق البطاطس نشوف معاكم لأول مرة نحصد طبعا البطاطس في في هذا المال الان راح ينزل المنتوج نشوف هذا منتوج البطاطس الان ينزل داخل العربة وبعدها راح هو يشتغل هو خلي 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 يواصل عمل خلي يواصل عمل يعني الحقل احنا اه يعني راح نوديه للمبنى اللي جنبنا ما راح نبعد كثير ولكن البطاطس ليش انا دايما ما راح ما اشتغل فيه ولا ولا تطرقت له خاصة في المزرعة الكبيرة وفي المزرعة هذه لان البطاطس شغلتها لا في الحراثة ولا في الحصاد ولا كله متعب ولا في عوائد مادية يعني لو راح نشوف البطاطس بكم يعني هذا شوف السعر متدني والله متدني 200 300 250 وش الكلام هذا السعر ما يشجعك على انك تشتغل المبنى الكبير هذا اللي قدامنا هو اللي راح نوصل له الشحنات او الحمولات من هذا الحقل لسه باقي طبعا حصاد البطاط ياخذ وقت طويل فالحقل ياخذ عليك وقت في اعماله لكن ما ادري الكميات يعطينا كميات اتوقع كبيرة على العموم خلونا راح نشوف عقد ثاني لسه باقي عندنا وقت في عنده عقود هنا موجود عقود البال البال اللي هي القراس حقل هارفست كويس حقل تسعة وثلاثين والمعدات عندنا فقط نجيب الحصادة الكبيرة يا الله خلاص الآن اكتف شوفوا عندنا الآن عقدين اكتف يعني احنا بامكاننا نشتغل بعقدي نتوقع في امكانية طيب راح نشيل الحصادة والله قريب يعني ماء ما هو بعيد راح اشيل الحصادة وانتقل للحق الحق القريب من هنا ما هو ما هو بعيد دوس 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 خلني اروح اجيب التركتور واحمل طبعا فيه باقي عقود خاصة بالفرتلايزر ايوه بدأت عملية التفريق تفريق البطاطس وصلنا في العربة 92-95% يعني معناها الآن راح نروح نبيع طبعا المبيعات اللي نبيعها من ثمرة البطاطس هذه ما لنا فيها نصيب احنا نشتغل فقط مستأجر عند صاحب العمل هذا او صاحب الحقل وحسب الاتفاقية ان نوديها هنا ان شاء الله في المكان هذا ايوه راح نلزل الكمية وبعدها نروح نشوف العقد حقنا عقد حصاد السرقم عقد حلو بصراحة فيه خمسالاف وشوي تقريبا اوكي خلاص ترانسبورت فور ذا فيلد 23 48% نقلنا الآن من عمل العقد هذا 48% يعني لسه باقي علينا الكثير 52% يلا يلا عشان ما تتوقف الحصادة ونستفيد من المبلغ اللي راح نحصله من وراء حصاد هذا الحقل راح ادور على القراين مايل القراين مايل ما ادل والله وين فيه اساسا انا ما ودي اقوم بزراعة بطاطس وحصادها في الحقول اللي انا املكها ما ابغى الشغلة لانها والله يتعب وانتو شفتوه كيف تعب حقل البطاطس 58% يعني خلصنا من اتمام العقد والحقل هذا 45% تقولنا بيشتغلين اوكي الاشعارات تجي تتوالى على الصفحة يمينا يقول لك خلصت 60% من العقد خلصت كذا من العقد نسب تمشي قد يكون نروح نسحب عربة مخصصة للهيد اللي موجود عندنا ممكن وهو الافضل يعني ورانا اشغال كثيرة ما راح تتوقف مثل الحصاد هذا يجينا حصاد طبعا الحصادة هذي مستأجرة وان شاء الله نحصل خلاص 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 انتهى شوفوا يلا خلوني اسحبها الان وانزل الحبوب طبعا خلصنا عمل ولكن ما خلصنا العقد حتى نبيع الحبوب اذا بيعنا الحبوب لصاحب العقد هذا نقول خلصنا العقد نقول خلاص كاليف العقد اللي تقوم فيه ما راح تستلم مبالغك الا ان خلصت شغلك لسه باقي اعمال كثيرة باقي عقود بعدين راح تجينا حقول نشتريها ونبيعها مو شرط يعني في في اعمال كثيرة في اللعبة نقدر نقوم فيها من خلال معرفتنا للعمال وهذا القران مايل راح ننزل من راح ننزل عنده الحبوب ونستلم نستلم الأجرة اللي اتفقنا عليها في العقد مع صاحب الحقل هاي بطيئة لأول مرة نشوف فتح البوابة الصغيرة هذه ليه كيف المبلغ يجينا يا رجل المبلغ مفروض ما يجينا كيف سرقنا لحظة احنا سرقنا العقد والله اخطيت في العقد يقول تيك ذا بروديكت تو لي جاردن ديس فارمر فروم شوب صار المبلغ لنا الان انا اقول الرصيد يرتفع ليه يا جماعة وقعنا في مصيبة الان كم باقي باقي ثلاثة وخمسين في المية من العربة احنا اخذناك الكل وتوقع لو ودي الثلاثة وخمسين في المية ما رح يعطونا مبلغ مالي شوفوا انا بودي امانة صراعا اكتشفت اني اخطيت ويستحيل اسحب من الآن يستحيل اسحب الحبوب اللي نزلتها وهو المبلغ اللي عاطاني بيزعل علينا صاحب العقد او لي جاردن هذا يعني العقد مفروض تنتبه للعقد بتفاصيله الان منين اجيب لانا لازم اشتري حق واحصد واجيب اكمل كده هي لو 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 في حقل نشتريه ونكمل شغلناه مضطرين يعني ما ما هو بكيفي طبعا ما راح يبين لنا اي شي ويقول اه يعني استلمنا المبلغ ولا كده يقول ترانسبورت فور فيلت تسعة وثلاثين اللي نقلناه ستة وخمسين في المية فقط يعني معناها احنا حرامية احنا في العقد هذا سرقناهم طيب اش تابوني اسوي ما بيدي حل الموضوع خرج يعني من من يعني من موضوع خطأ خطأ مطبعي الله مشكلة يلا يلا معلش معلش مشي حالك اوكي خلنا نشوف العقد هذاك هذاك طبعا ما راح ينتيه وراح يبقى معلق حتى نلغيه اثنين وتسعين في المية خلصنا من حقل اه المرأة هذي حقل تسعة وثلاثين يعني باقي لنا كم باقي لنا تقريبا طيب وش اسوي وش الحل ما عندي حل شوفوا الحل انك تحصل اه حقل سرقوم نفس الشي حقل دوره دقيقة وتشتريه اه حقل سبع طعش تم حصاده يعني ما في مجال السنة الجاية نخلي السنة الجاية يعني نحصل حقل سرقوم ونحصد ونوديه او نلغيه او يتم الغاء العقد شوفوا نقدر ندخل على العقد شوفو كانسل عقد خلاص كانسلنا وانتهينا من عنده باقي عندنا حقل الانسان هذا شوفو فيلد كاتب لنا فيلد وكاتب لنا كولكت ولد مطلوب علينا الدفع السبع الاف وثلاثمائة وثنين وعشرين والله الامانة راح ادفعهم عادي كله واحد شوفو خلونا نشوف رصيدنا الان رصيدنا ستة وستين الف وميتين وخمس وستين اوكي فالدفع الان ناقص خلاص انتهى اختفى من الخريطة وبيرزقنا الله شي ثاني شوفو رجحنا للثمانية وخمسين اخذوا من عندنا مبلغ العقد مبلغ الحبوب اللي بعناه بالخطأ اخذوا من عندنا كويس ممتاز يعني الواحد لا يفرح احيانا يعمل خطأ ويفرح في اللعبة هذه يقول والله جاني شي بلا هذه امانة حالما يعني طالحنا الان استأجرنا معدات حالما تنهي العقد يعني حالما يخلص تخلص توصيل الثمار وتخلص من جميع متطلبات العقد راح تختفي عنك المعدات تقريبا العقد يقول لي complete العقد الان شوفوا هذا البقية لكن العقد باين عندي هناك انه complete خلص راح اوقف العمل شوفوا هنا موجود انه complete خلص معناها احنا علينا استأجار شوفوا lease cost 278 راح يخصمون علينا من المعدات ذي اللي معانا من حصادة اللي هي تركتر ثنتين وعربة وحصادة البطاطس راح يخصمون علينا الان ميتين وثمانية وسبعين يعني ما في خسارة كثير راح نعوض خسارة العقد اللي كان بالخطأ راح يعطونا خمسة الاف وثلاثمائة وثلاثة وسبعين حبيبي خلصنا الان انتهى العقد وانتهت المعدات شوفوا راحت المعدات رجعت المعدات المكانها ورجع كل شي طبيعي وانتهينا خلص راح نترك الشغل الان ووريناكم اليوم حلقة كاملة بخصوص العقود ومشاكل العقود وفوائد العقود الان احنا رصيدنا اثنين وستين الف يعني بركة بركة عوضناك اول ما بدينا الحلقة كنا ستة وخمسين الف اخذنا تقريبا ثلاث عقود ولا اربع عقود واحد منهم سقط سهويا يعني كان بالخطأ ودينا المنتوج مكان ثاني وحاسبونا عليها لما انهينا العقد حاسبونا واخذوا مبلغ وما عطونا اساسا قال للعقد هذا فشل يعني حتى المبلغ مبلغ العقد والعمل اللي قمنا فيه ما عطانا تعويض نهائيا لكن الحمد لله تعوضنا بشيء بسيط راح ننتظر ان شاء الله الاعمال القادمة وشوفكم على خير بإذن الله كان عجبتكم هذه الحلقة لايك من عندكم والتعليق التعليق راح يدعم وراح كذلك يجعلكم متميزين عندنا في القناة واشتراكم لغير المشتركين لان ترككم في رعاية الله مع السلامة جزيزيزيززيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيز